موسيقى شبه إجماع في مجلس الأمن الدولي على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وشبه إجماع أيضا على أن غربية القدس للمحتل وشرقيها لصاحب الأرض هي عملية كي للوعي وتغيير للمفاهيم على مبدأ الرضا بالقليل خير من الحرمان منه لكن القدس بغربها وشرقها وجنوبها وشمالها عربية وفلسطين بغربها وشرقها وجنوبها وشمالها عربية أيضا هكذا تؤكد الجغرافيا ويؤكد التاريخ لا وجود لإسرائيل حتى لو أصدروا ألف قرار وألف وعد بالفور هذا ما صدحت به حناجر الملايين بالأمس في العالمين العربية والإسلامي بعد صلاة الجمعة في مساجد الرحمن لتوجه البوصلة إلى فلسطين إلا في المسجد الحرام الذي أسر الله منه بنبينا محمد إلى المسجد الأقصى خفت الصوت ثم انقطع وغابت القدس وفلسطين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبعا نستضيف فيها السيد توفيق المديني كاتب وباحث سياسي تونسي معنا في الستوديو ومن دمشق السيد أنور رجا مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية القيادة العام أهلا بكم أبدأ معك سيد المديني شبه إجماع في مجلس الأمن كما ذكرنا في المقدمة على رفض قرار دونالد ترامب ما الذي سيتغير علينا أن نرى بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر 2017 والقاضي باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني وبالبدأ في عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا القرار التاريخي في حد ذاته يأتي في سياق قرار آخر اتخذوا الكونغرس الأمريكي عام 1995 وسبق دونالد ترامب بحوالي 20 سنة في هذا التوجه التاريخي في الفارق ما بين دونالد ترامب وباقي الرؤساء الأمريكيين كون دونالد ترامب تجرأ انطلاقا من الأرضية والمناخ السائدين في المنطقة العربية هيئ بشكل إطلاقي لكي يتخذ هذا القرار وأنا أعتبره من وجهة نظري بأنه قرار بمنزلت وعد بلفور الثاني وعد بلفور الأول الذي اتخذ سنة 1917 وكان الشهادة التاريخية لتأسيس الكيان الصهيوني سنة 48 أما وعد بلفور الثاني الذي اتخذ دونالد ترامب فهو يأتي في سياق التصفية الحقيقية للقضية الفلسطينية سيكون له ما بعده هذا القرار الأمريكي ولن يكتفي دونالد ترامب بالاعتراف بأن القدس هي عاصمة الكيان الإسرائيلي القدس لنحاول أن ننظر حين تم اتخاذ القرار 181 في 29 نوفمبر 22 1947 القدس وفق لهذا القرار أصبحت منطقة خاضعة لقرار دولي بمعنى آخر السيادة فيها ليست لإسرائيل لكن في حرب 48 وانتصار الجيش الصهيوني على الجيوش العربية هل تعلم كم حصلت إسرائيل من القدس استولت على 84% من مدينة القدس في حرب 48 ماذا تبقى للعرب من القدس؟ تبقى للعرب من القدس 11.43% من مدينة القدس والذين يسمونها الآن بالقدس الشرقية وبقيت 4.3% هي منطقة دولية ليست خاضعة لا للطرف الصهيوني ولا للطرف العربي إذن القدس في حد ذاته من الناحية التاريخية تم احتلالها من قبل الكيان السهيوني سنة 48 وفي حرب 67 عمل هذا الكيان على إتمام سيادته كاملة على مدينة القدس واحتلالها بالقوة فبالتراب بالاعتراف بهذا الواقع الموجود فبالتالي من الناحية الواقعية ومن الناحية التاريخية القدس يعتبر الكيان السهيوني وفق لقادته ولمنظريه ولمسؤوليه هي العاصمة الأبدية لإسرائيل ولن يتنازلوا عنها الموقف الأمريكي في هذا الجانب هو تكريس لهذا هو تكريس لهذا طيب اسمح لي أن أتحول هنا بالسؤال السيد أنور رجى في دمشق سيد أنور رجى هذا الرفض الدولي للخطوة الأمريكية هل يؤخر أو يعطل مفعيل القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي تحياتي لضيفك الكريم ولمشاهدين الميادين لك أستاذ مالحمد أهلا بك أن الموقف الأمريكي أو العربي أو المواقف الدولية التي سمعناها بالأمس في مجلس الأمن كل ذلك جيد لكنه لن يغير من واقع الأمور شيئا ولن يبدل من أن أمريكا قد قررت واتخذت القرار مستفيدة من جملة عوامل والظروف التي هيئت لإنضاج هذا القرار يمكن الحديث كثيرا عن العوامل والأسباب والظروف التي نشأ فيها هذا القرار لكن هنا لابد في هذه العجالة أو مثل هكذا ندوات أن نضع الناس ومن يستمع ومن يبحث عن صياغة رأي عام أن نضعهم أمام الحقيقة بدون أي مساحيق وبدون أي تجميل نحن من منح هذا الوعد عمليا وعلى أرض الواقع لصهاينة كيف؟ صهاينة الداخل هم الذين منحوا القدس عاصمة لإسرائيل بين قوسين نحن جميعا أبدأ من الساحة الفلسطينية أولا وثم أذهب إلى خادم الحرمين أو ما يسمى بخادم الحرمين سيدي منذ مرحلنا عقلنا وأخضعنا الإرادة للمرحلية وبدأنا نقسم الأرض ونقنع الناس بأن هذه الأرض قابلة للقسمة وأن الواقعية السياسية تقول علينا أن نتلاقى بمنتصف الطريق آسف أو ربع الطريق مع الصهاينة بدأ عمليا هذا الأمر يتم التمهيد له منذ عام 1974 وعندما بدأ داخل الساحة الفلسطينية يحكى عن مرحلية وعن دولة فلسطينية في أروقة المجلس الوطني الفلسطيني ثم في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وصدر برنامج النقاط العشرة والحديث عن دولة اعترض البعض قال لهم يومها المرحوم ياسر عرفات ومن معه اعترضوا ما شئتم نحن نتحدث عن سلطة وطنية قادمة على أراضي الضفة الغربية وغزة ستنسحب الأردن سينسحب النظام المصري وهذا وفق القرار 242 فقامت القيامة داخل الساحة الفلسطينية لمن تذهب الضفة الغربية أو غزة فكان بالمجلس الوطني الفلسطيني آنذاك أن اتخذ قرار إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية البعض قال أنها ممكن أن تكون بداية تتحدث عن سياق تاريخي سيد أنوار رجل أن تتحدث عن سياق تاريخي ربما أودى بناء إلى هذه المرحلة التي نعيشها ولكن في القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل تعتقد بأنه حصل تنصيق من تحت الطاولة مع بعض الدول العربية قبل اتخاذه هذا القرار وليس قرارا اعتباطيا هكذا يعني طلع برأسه فاتخذه إنما قرارا مدروسا نسق مع بعض الجهات العربية يا سيدي أنا لن أذهب إلى النقاط والقضايا التاريخية الباردة أنا أريد أن أقول أنه عندما تم إلغاء المفاق الوطني الفلسطيني عام 96 عندما أعلن ما يسمى بالدولة الفلسطينية أو مفاق الاستقلال أو وثيقة الاستقلال بال88 بعد الخروج من بيروت وأقمنا عرص الدولة وأن الدولة قد أعلنت ثم عندما تم الانقضاض على الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة وبدأ أوسلو كل ذلك هو الذي هيئ لهذه الأمور أنا عندما أريد أن أتحدث يا أستاذ ملحم أنه تم التنسيق تحت الطاولة أو فوق الطاولة مع ولي العهد أو مع النظام الأردني أو أن هذا الأمر نسق مع دول أخرى يجب أن نكون واقعيين هناك الآن من يتحدث أن طرفا فلسطينيا وأن الوضع الفلسطيني الداخلي قد مدت جسور جسور التطبيع وقد فتح لأولئك الذين يريدون أن يتحللوا من القضية الفلسطينية أعطاهم مجال وصك براءة وهيئ لهم الظروف علينا أولا أن نضع الإصبع على الجرع هذا هو الواقع الآن قد يكون أن البعض أمام هذا الوضع الساخن وأمام خطاب السيد أبو مازن وقوله أنه سيدرس الأمر ويبحث عن خيارات البعض يقول خلينا نعمل على ململمة الوضع الداخلي السلطة الفلسطينية تحدثت عن أن كل الخيارات الآن مفتوحة طبعا بانتظار الجلسة التي ستنعقد باللجنة المركزية المجلس المركزي هناك خيارات ستتخذ يعني هكذا فهمنا من كلام الرئيس محمود عباس وأيضا من قيادات حركة فتح برأيك ما هي الخيارات التي من الممكن أن تقدم عليها السلطة الفلسطينية في هذا الإطار لمواجهة هذا القرار الأمريكي أنا لا أريد أن أستبق الأمور ولكن حقيقة المقدمات واضحة من يريد أن يرتقي إلى مستوى الفعل في مواجهة هذه الجريمة التي ترتكب بحق القضية الفلسطينية الآن عليه أن وقد كان واضحا أن ترامب سيتخذ هذا القرار كان عليه أن ينطق بالقرار مباشرة في المواجهة والسلطة عمليا على مدار ربع قرن وهي تعاني من الفشل وسياسة الوهم والإحباط ولم تخرج من حالة البؤس التي تمر بها ذلك نحن لا نتوقع للأسف أن يتم وقف التنسيق الأمني وإعلان نهاية أوسلو أن أوسلو عمليا جثة هامذة أي أن يدفنوا أوسلو وأن يعلنوا عدم الاعتراف بهذا الكيان لا نعتقد أن هذا الكيان وهذه السلطة التي قامت على أساس الاعتراف بإسرائيل أنها مؤهلة أو قادرة لأن بنيتها وثقافتها محكومة لهذا الأمر ولكن الضمير والأخلاق السياسية والمنطق الوطني يستوجب الآن قرارا تحت ضغط الشارع للخروج من هذه المهزلة التي سمحت لترامب وآخرين أن يتطاولوا على حقوق شعبنا المقدسة أوسلو هو من رحم أوسلو ولد قرار ترامب من رحم جامعة الدول العربية وسياساتها ولد قرار ترامب ختم أمريكي على واقع رسمي فلسطيني وعربي للأسف على ذكر الجامعة العربية سيد توفيق المدينة ماذا بشأن الجامعة العربية؟ ستجتمع الجامعة العربية كما سمعنا منذ خروج هذا القرار من البيت الأبيض ولكن طبعا حتى الآن لم تجتمع الجامعة العربية بشكل عاجل بالرغم من خطورة هذا القرار نتحدث عن مدينة لها رمزية تاريخية ولها رمزية دينية وما إلى ذلك لم تجتمع بشكل عاجل الجامعة العربية ولكن بعد اجتماعها ما الذي من الممكن أن يخرج عنها؟ هل من الممكن أن يكون هناك قرارات حاسمة مثلا نشهدها من الجامعة العربية أم فقط شاجب وإدانة واستنكار؟ أولا أود أن أعرج على ملاحظة فيما يتعلق بالقرار القرار هو حقيقة إدانة صريحة مباشرة تاريخية لكل من تبنى نهج التسوية في الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربية ولكل كذلك من تبنى الاعتماد على قرارات مجلس الأمن وقرارات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الذين تبنوا نهج التسوية على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد كذلك العربي ها هم الآن يرون بأم أعينهم أن التسوية قادت إلى التصفية للقضية الفلسطينية فقرار ينطرام هو نتاج تاريخي على الصعيد تبني الأطراف الفلسطينية المتنفذة داخل منظمة التحرير وكذلك الأنظمة العربية لماذا دائما يلقى اللوم على السلطة الفلسطينية ما الذي كان من الممكن أن تفعله السلطة الفلسطينية في ظل هذا الضغط العربي من قبل أنظمة عربية نافذة صارت في مسار التسوية منذ عام ٧٩ و٧٨ ما الذي كان من الممكن أن تفعله السلطة الفلسطينية في هذا الإطار وحتى حزب الله هو يتعرض لضغوطات أضعاف مضاعفة ما تعرضت إلي قيادة منظمة التحرير نحن دخلنا في صراع مع هذه القيادة التاريخية بزعامة عرفات حول موضوع الصراع حول خط التسوية نحن من دعاة خط التحرير للأرض السليبة في فلسطين هذا هو خيارنا وهو خيار المقاومة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من الفصائل الفلسطينية تبنت خط التسوية اعتقادا منها بأن التسوية ستعطيها دولة وطنية والحقيقة التاريخية هذه الدولة كما نراها هي مجرد كسور عشرية ومجرد سلطة تنفذ فقط الأوامر الأمنية لمصلحة سلطة الاحتلال الصهيوني في فلسطين لا يمكن في ظل موازين القواء القائمة الآن على صعيد المنطقة وفي ظل موازين القواء القائمة الآن على صعيد دولي يمكن لتسوية ما أن تعطي للفلسطينيين دولة وطنية والقدس عاصمتها لأننا نصر على أن القدس يجب أن تكون عاصمة لمثل هذه الدولة الوطنية الفلسطينية والحقيقة كما نراها الآن لا يمكن في ظل موازين القواء القائمة الآن ولا يمكن الآن في ظل كذلك شرطين رئيسيين نحن نشهد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 انهيارا شاملا لما يسمى النظام الإقليمي العربي وكذلك انهيارا لمراكز الثقل الرئيسة في هذا الوضع العربي من مصر إلى العراق كذلك إلى المملكة السعودية التي انحازت بإطلاقية الآن إلى مشروع السلام الذي يقود إلى تسليط القضية الفلسطينية في ظل هذا المشهد نعم وبالتالي في ظل هذا المشهد ما الذي تفعله مثلا السلطة الفلسطينية ليس فقط السلطة الفلسطينية أولا السلطة الفلسطينية عليها أن تتنصل كليا وتدفن كليا ما يسمى اتفاقيات أوسلو وهذا بإمكانه أن تتخذه مثل هذا القرار علينا أن نرى بأن اتفاقيات أوسلو ووادي عربة واتفاقيات كام ديفيد كلها هي التي راكمت السيرولة التاريخية التي استثمرها الآن ترامب واتخذ قراره التاريخي أما من حيث القرارات من المهم الحديث عن البدائل سيد التوفيق المديني البدائل في حال الخيار السياسي الذي كانت تنتهجه السلطة الفلسطينية الآن نأت بنفسها عنه وتتجه باتجاه خيارات أخرى في حال حصل هذا الأمر من المهم أن نتحدث عن هذه البدائل ولكن اسمح لي قبل ذلك أن نتوقف مشاهدين الكرام مع فقرة الحدث مقتطفات من بعض الصحف العربية حول ما جرى بالأمس تحديدا الأخبار اللبنانية جنود أوسلو لا يستسلمون رغم انتهاء المعركة إلى جانب أنه لا قرار واضحا أو مركزيا على صعيد حركة فتح أو أذرع السلطة فإن الاجتماعات المقرر أن تعقد سواء للمجلس المركزي أو اللجنة المركزية لفتح أخذت مواعيدها قبل أيام إلى مساء السبت وبعده الأحد وهو ما لا يشبه أبدا أي وضع طارئ يمكن أن يتخيله كادر في تنظيم ما والسبب وفق مصادر فتحوية هو مراقبة مدى رد فعل الشارع تحديدا يوم أمس الجمعة واستكمال المشاورات مع الأشقاء العرب وبشان الأخيرة تشتكي أوساط في السلطة من أن دولا مثل السعودية ومصر رفعت يدها ولن تقدم أي غطاء على خطوات تمس الاستقرار في المنطقة رغم اعتراضها شكليا على الأقل على الإعلان الأمريكي وإن كان هناك استثناء واحد هو الأردن فذلك يعود إلى القلق لدى عمان من أن عدم حصول الفلسطينيين على دولة يعني أن الضفة ستلقى في حجر المملكة اقتصاديا وربما قانونيا بجانب ذلك ثمت مشكلة قانونية كبيرة تتعلق بمئات آلاف المقدسيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية موقعة ولم تتضح بعد حالتهم القانونية إن قررت إسرائيل إخراجهم من نتاغ خدمات بلدية الاحتلال في القدس وسحبت منهم الإقامات التي تسمح لهم بالبقاء هناك ودخول البلدة القديمة وما إلى ذلك مع هذا تشرح المصادر بأن عمان لم تبد حتى اللحظة أي سلوك أو فعل يدل على أنها كانت الوصية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي قد تتحول إلى متاحف وعند عقد الاجتماعات تجيب المصادر بأن أكبر ما يمكن اتخاذه من قرارات هو وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في امتداد لقرار سابق خاصة أنه لا جدوى من حل السلطة التي صار دورها خدماتيا فقط مع ذلك تشير المصادر إلى أن وقف التنسيق لن يؤثر في مجريات ما يحدث خاصة أن المشكلة الآن مع الأمريكيين الدستور الأردنية الفلسطينيون والاختبارات المقبلة الاختبار الأول للموقف الفلسطيني القائل بانتهاء دور الولايات المتحدة كراع ووسيط في عمليات السلام هو مصير لقاء المقرر بين رئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس أول رسالة فلسطينية صلبة لواشنطن تتمثل في رفض اللقاء أما ثاني اختبار لجدية الموقف الفلسطيني فيتمثل في رفض استقبال موفادي ترامب ومبعوثيه لعملية السلام والإصرار على مطلب توسيع الربعية الدولية وتفعيلها ثالث هذه الاختبارات وربما أهمها جميعها على الإطلاق يتجلى في تحويل تظاهرات الغضب والاحتجاج وتصعيدها إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة وتهيئة البيئة الملائمة لانطلاقتها الاختبار الرابع ويتعلق بمراجعة اتفاق أوسلو وتحديدا في جانبه الأمني وما يرتبه من التزامات ثقيلة على السلطة أما الاختبار الخامس فيتمثل في الشروع في حوارات وطنية ضيقة وموسعة جوهرية لا شكلية وملزمة لا استعراضية سيد المديني ما هي البدائل المتوفرة لنا من السلطة الفلسطينية لمواجهة هذا القرار الأمريكي إذا استبعدنا الخيار السياسي الذي رفضت أنت سيدا ورجع هذا أنت تسر على هاتي السلطة الفلسطينية وهي في حد ذاتها الآن ليس لديها أي شيء أن تقدموا للقضية الفلسطينية أولا من حيث المبدأ ومن حيث الأساس قضية فلسطين لا تهم الشعب الفلسطيني قضية الفلسطين هي تهم كل المسلمين أجمعين في كل العالم العربي والإسلامي فهي قضية قومية عربية بامتيازه وهي قضية مركزية وهي قضية كذلك هي قومية عربية وإسلامية ولكن نحن الآن نتحدث عن خيارات الجانب الفلسطيني تحديدا السلطة الشرعية القائمة حاليا الخيارات العربية والإسلامية سنتحدث عنها ولكن بالنسبة لي السلطة الفلسطينية ما هي البدائل؟ أعتقد أنها عليها أن تتنصل كليا من كل شيء اسمه اتفاق أوسلو وبالتالي أن تجسد الخيار الحقيقي للمقاومة على الأرض الفلسطينية هناك فصائل فلسطينية ترفض جملة وتفصيلا الآن موضوع التسوية الاستسلامية التي تقود إلى تسوية القضية الفلسطينية وتتبنى خيار المقاومة نحن الآن بصدد رؤية انتفاضة فلسطينية ثالثة يجب على القيادة الفلسطينية وعلى الفصائل الفلسطينية أن تكون جميعها في مستوى الرد الشعبي الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وكذلك في مستوى الانتظارات الحقيقية لهذا الشعب الفلسطيني لأن هذا الشعب الفلسطيني دائما يقول كلمة ودائما هو في طلاق تاريخي مع قيادته مشكلتنا نحن فلسطين أن هناك عالمين متخارجين عالم السلطة الفلسطينية المرتبطة بالكيان السهيوني وبالإمبريالي الأمريكية وبالأنظمة الرجعية العربية التي تريد تصفيد قضية فلسطين وهناك عالم الشعب الفلسطيني المرتبط بالانتفاضات المتتالية وبخيار المقاومة وهناك مسألة أخرى علينا كذلك أن ننظر إليها ونحن نتطرق إلى هذا الموضوع باختصار شديد ليس فقط نحن نشهد أن هناك صهيونية يهودية بل أننا في الوقت عيني نشهد أن هناك صهيونية عربية وصهيونية فلسطينية الصهيونيتان اليهودية والعربية تخدمان كلاهما الإمبريالية الأمريكية وكلاهما وكلتا ينهاتين الصهيونيتين تخدمان أهداف الإمبريالية الأمريكية فيما يتعلق بتصفية صراع العربي الصهيوني سيد أنور رجع على المستوى العربي والمستوى الإسلامي بالأمس طبعا شهدنا على شاشات التلفزة من معظم الدول العربية والإسلامية تظاهرات حاشدة غفيرة داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لهذا القرار الأمريكي على المستوى الشعبي ما الذي يمكن أن يقدم لضمان استمرارية هذه التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية وأيضا على المستوى السياسي ما الذي يمكن أن يقدم عربيا وإسلاميا استاذ مرحبا ما لم يتم تصويب البوصلة وعادة ترتيب الأوراق والأوضاع داخل الساحة الفلسطينية وأن يكون دور الشعب الفلسطيني وقواء الحية رأس حربة محرد محرك اعتبره نخبوي في هذا الشأن اعتبره أن يكون الخميرة في العجينة أن يكون الحفاظ على شرف القضية والفكرة والمبادئ والثوابت كل ما عدا ذلك رغم أن القضية هي قضية عربية قضية إسلامية ما لم نكن نحن في القلعة الداخلية لمواجهة العدو الصيوني معنى ذلك أن الجماهير العربية والإسلامية ستصاب بمزيد من الإحباط ومزيد من التئيس هنا يجب أن تشتعل الساحة وأن يتواهج العقل والفكر والفعل في إطار الوضع الداخلي الفلسطيني طيب بعد هذا القرار أن مثلا سيد أنورج بعد هذا القرار الأمريكي التوافق الفلسطيني الداخلي على مختلف الصعود لا سيما فيما يتعلق بالاقسام الفلسطيني ألا تعتقد بأنه يعني ربما سيحصل وينبغي أن يحصل هلأ بفرح وتفاؤل وضرورة تفاؤل الثوريين والمؤمنين نقول بهذا الاتجاه ولكن الواقع القاسي المر يقول أنه نحن أمام عوائق وحواجز صعبة وكبيرة في مواجهة تحقيق ذلك للأسف الأيديولوجيا تعبث بنا رياح السياسات الوافدة المرجعيات العربية والإقليمية تلعب بالشأن الداخلي الفلسطيني المواطن الفلسطيني داخل ساحات الأقصى في محيط القدس في أراضي 48 حيث وجد اكتوت أصابعه واكتوى عقله بنيران هذا الانقسام ونيران الوضع الداخلي الفلسطيني أجمل وأعظم وأقوى لحظات الإشراق والضوء في الساحة الفلسطينية كانت عندما لم تكن هذه الإرادة الشعبية تحت الهيمنة والقمع والتنسيق الأمني والنظام الرسمي الفلسطيني الانتفاضة الأولى يا أستاذ انتفاضة الحجارة عام 1987 هي انتفاضة شعبية مطلقة لكن بعد هذه الانتفاضة فتحت الطريق الضفة الغربية لجنود أوسلو الذين تحدثت عنهم الأخبار قبل قليل جاء جنود أوسلو بالآلاف عشرة آلاف جندي أحس تحضروا من تونس إلى الضفة الغربية بأسلحتهم الفردية وبالتالي بعد كم عام من الانتفاضة وبدأوا أوسلو أوسلو كان هدفه وغاية إقامة هذه السلطة قهر أي انتفاضة على الساحة الفلسطينية بالتالي لاحظ أن انتفاضة الأقصى عام 2000 لو لا شعور المرحوم ياسر عرفات أن كل شيء قد يتهاوى فما كانت يمكن أن تكون انتفاضة الأقصى ومع ذلك دفع الشهيد ياسر عرفات ثمنا لا الآن ماذا يمكن أن يفعل أبو مازن إذا كان إذا شارون بسبب دخوله وتدنيسه الحرم القدسي قامت انتفاضة الأقصى المسلحة هذا الإصرار بقول السيد أبو مازن أن الوضع العربي عاجبه والتضامن العربي عاجبه والموقف الدولي عاجبه والوضع الداخلي الفلسطيني مهترئ ممنوع على شعبنا أن ينطفض إذا هنا المعادلة أنا لا أطالب المواطن العربي والمسلم أن يتحرك قبل أن أشعل النيران في جسد أوسلو أولا لأنه ترتيب الوضع الداخلي حماية الجبهة الداخلية إعادة تصويب المسار في برنامج العمل الفلسطيني كحركة تحرر وطني هو الأساس في هذا المعيار يعني أنا عندما يقول الرئيس رئيس كوريا الشمالية أننا ليس هناك إسرائيل حتى نقول أنها لها عاصمة ردا على ترامب نحن نقول أنه طيب خلينا على الأقل نتحدث انطلاقا من مفهوم الصراع من مفهوم أن محور المقاومة ينتصر وأن سبع سنوات هذا المحور وهو قاتل استطاع أن يحقق على أرض سيد أنوار رجل أنت تحدثت عن أنت تحدثت عن الخيارات التي ينبغي لسلطة الفلسطينية أن تقوم بها ومنها يعني موضوع القبر إن جزلنا التعبير أوسلو ولكن جثة أوسلو في ظل في ظل الضغوط العربية والغربية تحديدا الأمريكية هل تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بهذه الخطوات ما هي حتى تكون فلسطينية وحتى تكون سلطة وطنية فلسطينية عليها أن تقوم بفعل وطني وإلا إذا كانت عاجزة عن ذلك أمام الضغط الإسرائيلي بين قوسين والضغط الأمريكي ومراعاة أوامر خادم الحرمين أو صاحب القرار الآن محمد بن سلمان محمد بن سلمان الكل بات يعلم ذلك قد استدعى أبو مازن وأبو مازن تحدث في مجالسه عن ذلك استدعى وطلب منه أن يوافق على صفقة القرن وعلى أن تكون أبو ديس عاصمة لفلسطين دولة فلسطين أو الكيان اللي عم بيحكوا عنه وأن يقبل بإعادة محمد دحلان أبو مازن إذا أراد أن يختتم عمره بموقف وطني وأن يختتم هذه المرحلة مرحلة أوسلو بموقف يحسب له فعليه أن يتخذ الآن القرار الذي يعيد الاعتبار لكل ما سبق أما الاستمرار في هذا الأمر تحت عنوان ليس بالإمكان والواقعية السياسية وحجم الضغوط ويا وحدنا أيضا هناك موازين 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 قوى أستاذ أنور موازين قوى معادلات سياسية تفرض نفسها في المنطقة تفرض الهزيمة تفرض هذا الواقع البائس تفرض الاستسلام هذه الموازين ولكن بالمقابل إذا كنت صاحب حق وإذا كنت مناضل وتتبنى برنامج الإرادة الشعبية يجب أن تكون في موقع آخر أما أن تقبل بإملاءات الهزيمة وشروط القوي والمستبد معنى ذلك أنت تفتح الطريق له هذا اليوم الذي جرى وتحت عنوان البعض للأسف ماذا يسوق أنه تم إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وأنه الحراك الشعبي من ماليزيا للباكستان لا أعرف لين ممتاز هذا الحراك ولكن القضية الفلسطينية الآن تعود إلى الواجهة من باب الفضيحة والهزيمة والانكسار وليس من باب الإشراقات والانتصارات وردود الأفعال حتى داخل فلسطين اسمح لي أحكي لك بشغلة حتى داخل فلسطين نحن أقول لك شعبنا الآن يقاتل قتال من ظهره إلى الجدار وبنفس الوقت صدقني أن هذا الشعب غير راضي عن طبيعة الأداء لأنه محاصر بحراب جنود أوسلو ومحاصر بالرسميات العربية وباللوبيات الضاغطة على مستوى السياسة وعلى كل هذه المستويات ويريدون الآن اغتيال نبض القضية ورأس القضية وقلب القضية وأنه يعني حاولنا وتظاهرنا لهذه المظاهرات هذه المظاهرات لا تعني أنها مؤشر على عافية طيب اسمح لي أن أتوقف الآن مع فاصل قصير أستاذ أنور رجع سيد توفيق المديني ومن ثم مشاهدين الكرام نعود لاستكمال هذا الحوار في آخر طبعة ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجيد الترحيب بضيفي في هذه الحلقة سيد توفيق المديني كاتب وباحث سياسي تونسي وسيد أنور رجع مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أهلا بكم مرة جديدة أبدأ معك سيد توفيق المديني ما هي المخاطر المترتبة على هذا القرار الأمريكي على أوضاع المقدسيين بداية يعني قبل أن نتحدث عن القضية الفلسطينية أوضاع المقدسيين هناك أملاك هناك بيوت منازل يعني أولا كيف ستؤثر أو سيؤثر هذا القرار على أوضاع هؤلاء القرار في حد ذاته شرعا مسألة الاحتلال الصهيوني لكل مدينة القدس وحتى في الاحتلال وفق القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن لا يجوز لأي عدو محتل أن يعبث بالممتلكات القائمة في الأرض التي يحتلها بالنسبة لك الصهيوني هو يضرب عرض الحائط بكل ما يسمى قانون دولي ولا يحترمه فبالتالي من أول المخاطر لقرار ترام على صعيد القدس أن الكيان الصهيوني سيعتبر أنه يمتلك حرية التصرف في هذه الأرض المسألة الثانية سيقوم بترد المقدسيين من بيت القدس وخاصة ما تبقى منهم في القدس الشرقية وفي ذات الوقت سيعمل كذلك على تهديم كل المقدسات القائمة نحن نعلم بأن القدس الشرقية تحتوي على المقدسات التاريخية الإسلامية والمسيحية وسيعمل في الوقت على تهجير المقدسيين الكيان الصهيوني في عقدته من مدينة القدس هو يعتبر المسجد الأقصى وكذلك المقدسيين يجب التخلص منهم بأي شكل الآن الترام والإدارة الأمريكية تعطيه الشرعية التاريخية والسياسية لكي يحقق أهداف التاريخية هل هناك خطر على الأثار التاريخية والدينية ماذا يريد الكيان الصهيوني ماذا يريد يريد تهويد القدس القدس هي جوهر القضية الفلسطينية القدس هي جوهر الصراع يعني العربي الصهيوني حين يعمل الكيان الصهيوني على تهويد القدس فإنه يعمل في الوقت عيني على تصفيت القضية الفلسطينية الآن الكيان الصهيوني وصل إلى المرحلة التاريخية التي تسمح له بتهويد القدس معالمها التاريخية. وبالتالي بتهجير ما تبقى من المقدسيين في هذه المدينة. هنا تكمن المخاطر الحقيقية لقرار ترامب على صعيد القدس. هل يتجرى الكيان الإسرائيلي المحتل أيضا على المساس بالأثار الدينية الموجودة رغم قداستها مثلا؟ قداستها محترمة جدا من قبل الشعوب العربية والإسلامية. ومن قبل الوطنيين العرب والمسلمين. ولكن كما ذكرت بالنسبة للنظام الرسمي العربي الذي أصبح يتبنى الصهيونية. ويتبنى بناء علاقات تحالفية مع هذا الكيان الصهيوني. لا لشيء. لا اعتباره بأنه أصبح حليفا وصديقا في مواجهة العدو المشترك ألا وهو إيران. أعتقد بأن كل النفاق العربي فيما يتعلق بالقدس من ملك المغرب إلى ملك المملكة السعودية. أنا أسميه نفاق عربي. هم لا علاقة لهم بمدينة القدس وبمقدسات القدس وبالمسجد الأقصى. أما بالنسبة لكيان الصهيوني. فهو يمتلك القدرة على حرق المسجد الأقصى. وقام بعمليات حرق متتالية في هذا الجانب. وهو يعتبر بأن الفرصة التاريخية قد أتت إليه على طبق من ذهب. لكي يدوس على كل مقدسات القدس. ويعتبر القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. وبالتالي يقوم بعملية تهويدها. وهو الآن ماشي في قدم وساق في عملية التهويد. من بناء المستوطنات إلى كذلك عمليات الحفر في المناطق الأثرية التي تتواجد فيها المقدسات الإسلامية. وهذا يشكل خطورة كبيرة. سيد أنور رجى. هل لهذا القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بعده؟ أريد أن أعرف ما هي التأثيرات المترتبة على هذا القرار على القضية الفلسطينية بشكل عام. أولا نسمح لي أستاذ ملحم إشارة حول ترامب وقراره أن البعض بدأ يسوق أو يصف الرئيس الأمريكي ترامب بأنه مجنون ومعتوه ورجل المفاجآت. أنا برأيي أن هذا الرئيس أكثر الرؤساء الأمريكيين وضوحا وعقلا وصراحة كلهم على طريقة أوباما وخطاب أوباما في القاهرة والإنشائيات والغزال بالحقوق الوطنية والوعود للعراب والوعود لسلطة أوسلو بأن الدولة قادمة. هذا الرئيس الأمريكي يعني على الأقل يجب أن نحترم صراحته ووضوحه. ولكن بالمقابل هذه القرارات التي جاءت بعد دراسة عميقة لما يمكن أن يترتب عليها من مصلحة لأمريكا أو لإسرائيل ومن آثار علينا هي تثبت وتشرعن حقيقة هذا أن هذا الكيان أمر واقع ومع الوقت سترى أن عواصم أخرى ستفتح سفاراتها في قلب القدس حتى لا استبعد أن تفتح بعض العواصم العربية سفارات لها في القدس لأنها تقيم على أرض الواقع علاقات تطبيع سياسي وثقافي وديني الآن في هذا الشأن هم يحجون الآن إلى تل أبيب وغيريا طبعا هذا الأمر مرتبط سيدانو الرجا هذا الأمر مرتبط بمدى ردة الفعل واستمرار ردة الفعل الشعبية والسياسية رهاننا بهذا الأمر إذا بدنا نتحدث بموضوعية وبالمنطق الاستراتيجي على المقاومة وعلى محور المقاومة وأن يكبر هذا المحور ويمتد حتى الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية أساسا هي اعتراضية على ما أنجز الآن في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي حتى لا يتمدد هذا الفكر وهذه الثقافة وأن تبقى ثقافة أوسلو وأن العين لا تقاوم المخرز وثقافة الإيد اللي ما بتقدر عليها بوسها وإدع عليها بالقطع لا هذه الثقافة عمليا شعبنا يرفضها ولكن هناك من يريد أن يسوق هذه الثقافة ويجعلها أمرا واقعا ويدخلها إلى الكتب ويدخلها إلى التاريخ من يتظاهر الآن بدمه ويضع روحه على كفه هذا هو المعيار هذه هي القاعدة التي يمكن أن تتسع وتتلاقى مع محور المقاومة ومع الحاضن التي يمثل هذا المحور هل تعتقد بأن هذه الحالة سوف تتسع تتعمق أكثر هل سيكون هناك من مقاومات لاستمرار هذه الحركة هذه المشاهد التي تابعناها بالأمس حتى أوقات الليل المتأخرة أنا أقول من حيث الروح ستبقى من حيث لو أن نقطة الماء التي تفعل وتحفر بالصخر ولكن أيضا يعني مقابل هذا الحصار الدائر العربي على شعبنا الشعب الذي يضطر أن يذهب ليقاتل بنصل السكين في عمليات طعن الجنود اللي هي عمليات استشهادية هذا لا يستطيع أن يفعل المعجزات نحن لسنا في عصر الأنبياء وعصى موسى هذا الشعب بحاجة إلى مقومات هو يديم الاشتباك ويبقي على فكرة ومبدأ وثوابت المقاومة ولكن هل بالمستوى المطلوب؟ ممنوع أن يشربك مع جنود الاحتلال مدام هناك جنود أوسلو يقفون عقب في وجهه ممنوع عليه عليه في غزة أن يعيش حياة كريمة وأن يرفع رأيك المقاومة مطلوب إذلاله بنقطة الماء والهواء وتطبيعه وتطويعه لذلك يا أستاذ ملحم هل ترى معي أن أرد الفعل المقاوم يرتقي عمليا كما كان في السابق إلى مستوى هذه الجريمة كانت تشتعل النيران وتبدأ الحروب لمساء الأقل من ذلك التي خاضتها غزة أو التي خاضتها ضفة لكن الضفة لم تستطع أن تنتصر لغزة حين عقبت غزة وتم تمت الحرب عليها بالألفين واربع طاعش كما تعلم وشعبنا داخل الأرض المحتلة في الثمانية واربعين يبقى أيضا معيار نحن نقول بهذا المعنى ستستمر الانتفاضة طيب سيدا نوار رجع الساحقة الماحقة التي لا تبقي ولا تذر لا هذا مش رح يصير لأنه اليوم في واقع رسمي عربي ضاغط يتعامل علينا بطول وبالعرض يبدو أنك غير مشجع أو متشائم على الأقل للمشهد العام أو ما سيجري في المستقبل طيب أعودي إليك سيد توفيق المديني طبعا عندما نتحدث عن قدس لا نتحدث عن مدينة مجرد مدينة أو أرض عادية في فلسطين مع أنه كل أرض فلسطين حبيبة وعزيزة نتحدث عن مدينة لها رمزية تاريخية تعني كل المسلمين في العالم تعني العرب تعني أيضا لها رمزية إسلامية كذلك الأمر ما هي التداعيات والتبعات المتوقعة لهذا القرار بشكل عام على المنطقة العربية وعلينا أن ننطلق من أساسيات في حوارنا وفي رؤيتنا لموضوع القدس بالنسبة للواقع العربي ليس هناك قضية أساسية وتتمتع بقدسية معينة كالقضية الفلسطينية فهي التي تجمع كل العرب وتجمع كذلك كل المسلمين ليست هناك قضية أخرى في العالم العربي تستطيع أن تجمع العرب والمسلمين كالقضية الفلسطينية ولهذا السبب كانت بالخمسينيات والستينيات وحتى السببعينيات في ظل وجود المشروع القوم العربي المتصادم مع المشروع الإمبريالي الأمريكي والمتصادم مع المشروع الصهيوني كانت القضية الفلسطينية تسمى القضية المركزية لكل الأمة العربية فبالتالي هذا خيار مهم علينا أن نأخذ مع الاعتبار الآن قضية فلسطين وقضية القدس تحديدا هي تعكس حالة الأمة الأمة الآن في ظل الضعف وفي ظل الهزيمة غير عن الأمة التي تكون في حالة من القوة وبالتالي قادرة أن تصد العدوان وأن تستعيد فلسطين حصل هذا في التاريخ الغابر حين قاد القائد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين وحرر القدس بعدها فبالتالي كانت حالة الأمة في أوجه قوتها واستطاع فعلا أن يستعيد كامل فلسطين من احتلال الفرنجة الآن الوضع مختلف كليا نحن نعيش الأمة تعيش في حالة من الضعف ولكن هذا لحظة تاريخية القضية الفلسطينية ستظل قضية مرهونة بمدى قدرة العرب والفلسطينيين ببلورة مشروع وخيار عربي جديد مقاوم نحن علينا أن نعترف بأن المشاريع السابقة هزمت أمام المشروع الإمبريالي وكذلك المشروع الصهيوني لكن هذه الهزيمة لا يعني لنا أن لا نفكر جديا والأمثلة حاضرة أمامنا مقاومة حزب الله ويجب فعلا أن تدرس كخيار استراتيجي في مقاتلة العدو الصهيوني سمود الدولة الوطنية السورية في الحرب الإرهابية سيد توفيق المديني مع الأسف انتهى الوقت وعذر المقاطعة ولكن في الحقيقة الأيام المقبلة هي ستكون كفيلة بتحديد طبيعة المرحلة المقبلة التي ستقدم عليها المنطقة العربية شكرا جزيلا لك سيد توفيق المديني كاتب وباحث سياسي تونسي وأيضا أشكرك سيد أنور رجا مسؤول الإعلام المركزي في الجباة الشعبية القيادة العامة شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في آخر طبعا والشكر طبعا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا